ده برضو ومعلومة مهمة جداً والحمد لله كاللينا الصبق من حوالي أكثر من عشرة أيام قبل الإعلان الرسمي النهاردة حتى سواء من الصحافة المصرية أو الصحافة المغربية قلنا إن مباراة الأهلي مع الوداد هتكون يوم 3 أكتوبر في استاد الأهلي والسلام ومباراة الزمالك والرجاء هتكون في استاد برج العرب يوم الجمعة 2 أكتوبر الأندية المغربية حددت المباريات هناك أيضاً وقالت إنها هتكون المباريات يوم 25 ستمبر مباراة الرجاء والزمالك والوداد والأهلي يوم 26 ستمبر المباراتين الساعة 9 لكن الرجاء والزمالك يوم الجمعة والأهلي والوداد يوم السبت والاثنين على ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا طيب الكلام اللي بيتقال دلوقت وفي اللحظات اللي أنا معاكم فيها هل في اتجاه للتأجيل؟ قادر أقول لكم في الكواليس إن فيه التماس اتقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم لتأجيل مباريات الزهاب في دوري أبطال إفريقيا نتيجة انتشار فيروس كورونا تحديداً في نادي الوداد المغربي ووصول عدد الإصابات فيه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى 14 عنصر 11 لاعب وتلاتة ضمن الجهاز الفني أحدهم مدرب المساعد ومدرب حراس المرمى وال11 لاعب بتكلم عن خمسة من العناصر الأساسية هذا الالتماس قدم للاتحاد الإفريقي لكن حتى هذه اللحظة الاتحاد الإفريقي ملتزم بالموعيد وملتزم بالإجراءات الطبية وبكل التفاصيل هل سيكون هناك إجراء تغيير على الموعيد؟ ده يتضح خلال الساعات اللي جاية هل من الممكن تحريك الموعيد وتغيير الموعيد في الفترة اللي جاية لمباراة الوداد والأهل فقط؟ ده يتضح في الساعات اللي جاية هل الأمر ممكن يدخل معاه مباراة الرجاء والزمالك والمباراتين يتأجلوا لفترة أسبوع عشر تيام وبدل مباراة تتلعب في ستمبر ممكن تتحرك وتتلعب في منتصف أكتوبر وبالتالي تنتهي مسابق الدورة أبطال إفريقيا في أواخر أكتوبر أوان نوفمبر ده يتحدد للساعات اللي جاية لأن داخل معاه كمان جزئية مهمة جدا ويلاقي علاقة بانطلاق دورة أبطال إفريقيا الموسم القادم وإجراء أرعة الأدوار التمهدية والأندية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية وتحديد أسماء الفرق والموعد الزمني اللي كان في أغسطس واتحرك لخمستاشر أكتوبر والموعد اللي لو تغيرت ممكن تتحرك تاني كمان لأوائل شهر نوفمبر آخر حاجة وده انفراد لقناة الأهلي والترند قناة الأهلي نهاية دورة أبطال إفريقي آخر موعد كان سبعتاشر تمانية بعد سبعتاشر تمانية لم تتقدم أي دولة إفريقية لاستضافة نهاية دورة أبطال إفريقيا تبقى الوضع الحل هيكون في القرعة هيتعمل قرعة ما بين الأندية المصرية والأندية المغربية لو النهاية الأهلي والرجاء هيكون قرعة يا النهاية في مصر يا النهاية في المغرب وانت وحظك بقى لو طلعت ملك يبقى النهاية في مصر لو طلعت كتابة هيبقى النهاية في المغرب الاتحاد الأفريقي عنده أزمة كبيرة جدا في تحديد ملعب نهائي دور وابطال إفريقيا ما فيش دولة إفريقية طلب التنظيم النهائي حتى الاتحاد المصري والاتحاد المغربي كان عندهم موعيد لاستضافة النهائي لو الطرف مصري أو الطرف مغربي كان فيه تأخير في الموعيد عشان مصر كانت عايزة النهائي في استاد القاهرة لو النهائي أهل وزمالك لكن لو النهائي أهل ورجاء أو لا قدر الله يعني الزمالك والوداد الاتحاد الإفريقي هيلجأ للقرعة هيعمل قرعة بين الناديين بالمنظر ده زي حكم المباراة ولو طلعت كده مصر لو طلعت كده المغرب وانت ونصيبك وانت وحزق الأمر صعب لأن الفيروس كورونا وتأثيره على القررة الإفريقية كبير جدا فهتبقى أزمة كبيرة ده الخبر الحصري نهائي دورة ابطال إفريقيا والملعب هيكون برقرعة لأن ما فيش دولة طلب التنظيم النهائي فيه في مصر فيه في المغرب بإما الأهل وزمالك رايحونا ويكون النهاية في استاد القاهرة إن شاء الله أخرج إلى فاصل ثم نواصل